السلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لفيك كما تعودوا في كل يوم معنا أخبار وأحداث جديدة ومعنا نوعا اليوم باش نحكيه على تسريحات نسرين العميري اللي قلت ماضون في لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي أعلنت النائبة عن قطة الإسلاح في برنامين المجمد اختصاصه نسرين العميري عن خيام مجموعة من النواب بإعداد لائحة لصحب الثقة من رئيس البرنامين راشد الغنوشي ووضعي على ذمة رئيس الجمهورية وأوضحت العميري في تسريح لموزيكم الثلاثاء أن الممضون على هذه اللائحة هم نواب كتلة الأسلاحة والدستوري الحر وتحية تونس ونواب مستقلين وأشارت إلى أنهم سيرسلون البرلمانيات الدولية والاتحادات الدولية للحديث حول فقدين رئيس برلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى لشرعيتهما وتعوت الغنوشي إلى التوقف عن الحديث باسم نواب تونس والتسريح بأن من قام به رئيس الجمهورية انقلاب لأن معظم النواب لا يتفقون معه في ذلك وفق قولها المتحدثة أكدت من جهة أخرى أن رئيس الجمهورية قصة سعيد مطالب اليوم بتحمل مسؤوليته الكاملة والإعلان سراحة عن خطته المستقبلية في علاقة بالنظامين السياسي والانتخابي وقالت لا يختلف اثنانا في أن البرلمان كالي كارثة وكان فعلا يمثل خطر جثم وقد رحب أغلب النواب الأكفاء بفاكرة عدم العودة على مشهد 25 جولي لكن اليوم نحن في حاجة إلى خارطة الطريقة وإلى حل الغروجة من هذه الوضعية والوضع الاستثنائي بالقانون وقالت من قصة سعيد كل شي يجي في وقته وعندكم عاليش مزروبين ما تنسي وش لايك واشتراك واشتراك فيه للجرس وباي باي